جيزوس هو دسائب خدمة اتحبوني كنا حالا بنتفرج كانت العشرين الف كارتونة بيتكلفوا اتنين ونص مليون النهاردة بيتكلفوا ستة مليون وده من وقت قريب جدا يعني يمكن شهر ولا حاجة الواتيرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية مزهلة ومحادش عارف السبب ايه يمكن ضيفي يقول لنا السبب ايه وستاذ محمود عبدالله عضو الشعب المواد الغذائية بالغرفة التجارية اهلا بيك استاذ محمود نورنا ايه سبب الارتفاع الفضيع في الاسعار كل يوم اسعار الاكل بالزيت في عامل اساسي وهو اغلبية المنتجات بقت مستوردة الايه المنتجات بقت مستوردة اه وتسعين في المية من مواد الغذائية ده بقتي نقول سبعين في المية يعني النهاردة منتجات الالبان عشان العلف والعلف مستورد اه النهاردة الفراخ برضو علف علف والعلف مستورد اه اللحمة اللحمة العلف اساسها برضو العلف اه والعلف مستورد السبنية والزيوت اساسها خامات مستوردة طب الخضار والفاكهة ملهاش علاقة الخضار والفاكهة هي بعيدة عن مجنة شوية بس برضو بترجع هي كله يعني كله متراكب مع بعضه هي كلها دايرة اه طبعا انا مقدر طبعا لانه حضرتك النهاردة الاجور رفعت فنهاردة الاجور الخضري الفلاح ده كل ده سبب اجور ما ده اجور مش شرط انه يبقى السماد غلي اصدق الاجور يعني هو لما يبقى معاه فوعلي مثلا والحد بيحصد والحد بيبدر بعدها نهاردة الفلاح ما بيجيب سماد السماد بيجيبه منين اه ما الحكومة بتدهوله اه طب الحكومة السعاد برضو بتشتريط عليه انها تدهوله من قبل انها تاخد منه الانتاج فالحكومة بتدهوله كوي طب هو الفلاح ما بيعبهوش القيمة اللي هي بتدهله الدولة طب عشان احنا ما نشيعش المسئولية قوي كده فيبقى في الاخر ما فيش حد غلطان وما فيش حد استفاد من الحوار خلينا اسألك يعني حضرتك شايف انه اسعار الخضار الفكهة اللحمة الفراخ البيض اللبن دي اسعار عادلة دي بعيد عن مجالي اه من النسبة لمنتجات لا انا باسأل حضرتك كمواطن بقى دلوقتي وكتاجر لا مش اسعار عادلة طبعا بعيد عن مجالك في ايه كنت هتقول انا شغلي سوبر ماركت ماشي ماشي اما الحاجة التانية هي لا اصعارها مش عادلة طبعا مش مواقبال مش كده مش مواقبال ناس خالص وجوه السوبر ماركت بقى اسعار فلكية طبعا خدس ولا حرج اه يعني واحد كان بيتكلم قدامي وانا بشتري حاجة بيتكلم عن باكو زبدة ميت جرام تمان وربعمائة وخمسين جنيه معرفش ده ايه ده حاجة مستوردة يعني ولا ايه زبدة مستوردة هو الراجل اتخد وقال حلف ما يشتري تاني لا لا هي النهاردة زبدة مستوردة فيه زبدة مستوردة فيه زبدة بلدي البلدي ارخص من المستوردة اه يعني بلدي طب انت رائع ايه الحل يا استاذ محمود والحل يعني فيه بلاد بس خليها اقولك الحقيقة تمام فيه بلاد بتيجي عند لحظة معينة كيها وتقولك انا في خطر تمام مفيش استراد لأي حاجة عندي بدلها تمام يعني لابن بودرة اعملوا في مصر ما جيبوش من بر زبدة موجودة في مصر ما جيبوش من بر تمام حل مشاكلي بقى مع التغليف مع الترقيم مع المنظر الكويس مع معمى ييجي بقى المنتج اللي انا وقفت استراده عشان يصنعه هنا اه او انا هنا فعلا بصنعه يبتدي بقى يبقى فيه الطمع يبتدي السعر يغلى يبتدي بقى النهاردة بعد ما كان سعره في متناول الجامعة لا يبتدي تكلفته تقليل عشان الاخبال بقى عليه طيب ما هو ده طبيعي لان فيه قانون في التجارة اكبر قانونيس وقانون العرض والطلب لكن هو السؤال مش بس عن كده هل الدولة في رأيك مفروض تحدد سعر عادل السعر العادل ده لهو تسعيره جابريه ولا هو تسبنك هنا مطلوقين على بعض كل واحد يقول اروح اشتري دي ويقول لي دي اه بخمسمائة ولا اقولك بسبعمائة جنيه الوقت بقى بيحصل كده يا حقيقة يا الوقت حددك ممكن تاخد حاجة من على رف تمام وبعدين على ما تروح تحصل يقول لك لا يا فندم وغيليت صح حصل واحد صديقي بيحكي لي واحد امراته يعني انتصلت هتشتري اكل طب هتشتري اكل فقال لا يا فندم بكذا تمام بعدين قال لا لا ثانية واحدة يا فندم ده بقى بكذا تبصر بغيرت مش ممكن مش ممكن وحتي التسعير فهي امنة المواطن بحتي تنبقاش فيه تلاعب في الاسعار وفي نفس الوقت انت عشان تحط التسعيره فانت حطتها مش ربحك النهاردة فيه اسعار بتبقى متواجدة في السوق فعلا ومجرد ان اسعار تتغير بيروح تجير مغير الاسعار ويبقى لسه عنده نفس المنتج المشتراج جديد فهو حتي تحديد السعر فهو حتي انه انا سعر المنتج فانا كده ده صح يعني اه طبعا يعني انت موافق على فكرة اه ان انا النهاردة بقول لك يعني مش ضد التجارة الحرة المفتوحة والاقتصاد الحر وكلام الفارق ده في الحاجات لا التجارة الحرة ما بصي حضرتك في حاجات معينة لازم بقى فيها ليها قيود اه اللي هي حاجات مواطن الاساسية الرز السكر الزيت الرز حضرتك ما بقاش موجود على التموين ما بقاش موجود النهاردة وصل 40 جنيه من يومين قالولهم لا الرز مش على التموين الزب وصل 40 جنيه السكر النهاردة 50 جنيه ده كلام فالنهاردة انا الحاجات دي ده تعيش ازاي دي حاجات اه سلع استراتيجية الدولة لو حددتها وحكمتها ده دي حاجة اساسية ده ده غزاء المواطن البسيط ايه اما النهاردة بقى المنتجات اللي هي التانية دي ده تدول بقى اللي عاوز اشتري اشتري نهاردة قلب التونة بخمسين جنيه قلب التونة بمية جنيه دي حاجة الناس بتتبقى رفاهية اللي عاوز استعمالها نهاردة ما اجيش جنب الايش برضو في العالم كله مفيش كده يعني في امريكا في امريكا ما عافش اذا كان حياتك زورت ولا انا روحت كذا مرة تمان الفرق السعر ما بين المكان والمكان الاخر طفيف يعطي قول ايه تم شوية البنزين اللي انا هدفعهم عشان اروح عشان ده ارخص كذا اخد من هنا بالزبط يبقى ايزا فيه اسعار عامة فيه سعر عادل فيش حاجة اسمها ان نفس البوتجاز يبقى هنا بخمستاشر وهنا بخمسة وعشرية بش حاسمها كده تفاوت في الاسعار تفاوت رهيب في الاسعار مش ممكن بين التجري والتاني وما فيش وما حدش بيقوله حاجة وما فيش رقابة بس انت برضو النهاردة بتتكلم اه حد يقولك ازنانة لسه مشتري جديد يعني منتج اللي عندي خلص هو لسه عنده قديم انا اشتريه جديد ازاي هتحسن جديد اثبت بقى انا كدولة اقدر اشوف الورق اللي بيقول ان اللي عنده قديم واللي عنده جديد بس فيه فيه جزء في التجارة هو حر مطروح للهي التجارة اه النهاردة المنافسة مفتوحة وفيه بدل التاجر واحد واثنين بس امتى يبقى التاجر صح لما يكون السلعة سعرها متوحد فارق زي ما حضركك قلت طفيف بين التاجر والتاني ايوا فارق كلام فارق كده يبقى حضرتك انتا مش طمع اه اما لما يكون فارق جامد ده نقول علي طمعا يعني لما حس ان انا مثلا في مكان بعيد اه ان احلي بيكلفه بزيادة ده ممكن مثلا في فترة من الفترات الاقليم والقورة وكلام ده كله تمام مثلا فرنسا مثلا فترة من الفترات كانت بتنم من الساعة تمانية في الشتاء تبص تلاقي الحي كله فوشغل محل واحد مفتوح بياخد منك عشرة في المياه زيادة لان هو الوحيد اللي فاتح هو صهران تمام تمام يعني دي كلها المواطن المستعد يقبلها لكن اللي مخل المواطن فكت من غير طبيعي الارقام دي الارقام غير طبيعي وبعدين مهما الدولة قاعدت تزود طبعا هون عرض الرئيس اقر الزيادات للموظفين هتبص تلاقي بكرة الزيادة تاني في البضاعة مش هنخلص هنقعد نجري وراء بعض بقى هو التسعير اللي موجودة على المنتج زي المنتج اللي سرجير الحضر اللي قلنا عليها الرز دي السكر الزيت دي حاجات لو تسعارت تبقى افضل احنا وصلنا لإيه اسعار دلوقتي بقى في سوق الرز مثلا السكر اللحوم تقولتلي الرز وصل لاربعين جنيه الرز ربعين جنيه السكر خمسين السكر خمسين وفي المجمعات بيقولوا سبعة وعشرين بس بيدوا كيس واحد بس اه ومش متوفر دايما طب اللحوم عندك فكرة عن اسعارها وصلت لك لا انا ما اشتغلش في اللحوم اللحوم المجمدة مصنعة اللي هي زي شركات الـ شركات البرمدات اللي هي اللحوم برجراتو الكلام ده كله انت عارف ان الدكاترة بيصرخوا ان اللحوم المصنعة زي الباسترمة واللانشون والبيفي والسوسيس والحاجات دي خطر جدا جدا على القلب تمام بس مع ذلك عليها اقبال بالضبط وعليها اقبال عشان القلب تستسهلها وطعمها حلو وقرمي شوي التوابل ويعجن تكلفتها من نسبة للمواطن اسمو كان لحمة بكام جابس كيس بورجر بكام جابس كيس بني بكام اه طبعا احسن مروح يجيب بني بلدي البني البلدي وصل 190 جنيه النهاردة كيس البنيه النهاردة جاهز 190 جنيه كيس البنيه الجاهز النهاردة عامل 150 ومية ومية وتسعين وجاهز اه فكل دي النهاردة هو بيجيب علي المواطن بيه شيء الحاجات دي ممكن من الصحية بس بيجيب عليها عشان ايه تسهر ايه حضرتك اه يعني من خلال شغلك اولا ايه دور الغرفة التجارية في حاجة زي كده يعني اتواردنا كعضوا اكيد بتعضوا تقولوا احنا لازم نعمل كذا او دورنا كذا مفيه حاجات فاقت لأ انا عايز افلأول ايه دورها اصلا يعني ايه دورها هي دورها مؤسول هو الحوار ده دورها اه ده مضمونها بس هيالحاجات يعني عدة الخط الاحمر يعني معنى كده ان غرفة تجارية بتعملش حاجة دوقتي مظهوم مش هيها تقدر تعمل حاجة مش كده ما فيش حد ديه سيطر على اي حاجة دوقتي اه ما حدش بيقدر يسيطر على حاجة ما فيش حد ديه قادر يسيطر هل انت مع الحلول احيانا بتعملها الحكومة انها تزود المعروض في منافذ الوزارات زي الوطنية للحوم بتابعة جيش او منافذ وزارة الداخلية او وزارة السرعة طبعا ما هيولما هوفر هيولما هوفرتها اه المواطن السعرها هو اللي غالي طيب ما هيدي دي منافذ الحكومة اللي هي اا في ايديها القبضة أيوة يعني أنت موافق على الفكرة دي إنها تزود البضاعة في المنافس بتاعتها فالتاجر برا يضطر يقلل خلاص بقى فيه منافسة دلوقتي هو عاوز يشتغل فيحطها مش خبح بسيط أو المعقول أه أخير يشتغل لكن هو من نفسه عمره ما هيحط المعقول ولا المناسبة هو قصدي فيه منافسة برضو النهاردة ما فيه السوبر ماركت في الشارع اللي وحده فلازم يبقى فيه منافسة النهاردة شارع فيه 3-4 محلات أيوة هي المنافسة دي على دماغ الناس المنافسة بصرح الناس عارف المنافسة الأصلية إيه إنك تقلل بقى عشان تبقى أكتر من الأفنين التانين اللي في نفس الشارع النهاردة كذا يعني تعدل المحلات هو منافسة بصرح الزبور ما كل أعوز يشتغل مفروض بس هو معنى إنه يبقى فيه المنافسة ما فيش تقفيد أسعار يبقى كده التخليفة غالية طيب الحاجات اللي حضرتك بتشتغل فيها زادت بنسبة كم في المية عن الشهر اللي فات عن الشهر اللي فات عن الشهر اللي فات خمسين خمسين في المية؟ نه خمسين في المية تلاتين في المية قصد هم إحنا بقنا تلاتة شهر خمسة وعشرين في خمسة وعشرين في عشرين في تلاتين يا نهارب يا زيادات مش طبيعية يعني من تلاتة شهر الكرتونة فيه من تلاتة شهر الكرتونة جابت ألف جنيه كرتونة إيه؟ التونة مثلا أه أو تمنمائة جنيه زيادة فيه أرقام اضرب 100% زيادة 100% زيادة في 13-14 أما من الشهر اللي فاتوا اللي قبل منه 10-15% فهي الزيادات زيادات مش طبيعية طبعاً طب هل يعني احنا عندنا للأسف يعني عندنا يعني موضوع المقاطعة وموضوع ان الناس تقاطع نوع معين عشان غالي أو كده ضعيف يعني ما هواش الحل الناجع مع الشعب ده الشعب ده أكل وانبسط لا بيقاطع يعني يقاطعوا الحاجات اللي هي بتتبعت لإسرائيل وعملت نتيجة كبيرة عملت نتيجة كبيرة جداً بس كان نفسي بس ما كملوش كان نفسي أثناء ما هم بيقاطعوا الحاجات المصرية اللي سعدت في موجهتها نأكد عليها بقى بس فيه منتجات أساسية غلية موقت ما قدرش يقاطعها يقاطع السكر والزيت والروز ازاي لا طبعاً مش هيقدر فدي ما ينفعش يقاطعها ما يقاطع نوع من التونة يقاطع نوع من الجبنة نوع معين من الجبنة يقاطع نوع معين من السمنة فيبتد ينزل سابقاً هل يعني حضرتك باعتبارك تاجر مواد غزائية هل لما البنك يعلن أن الفايد ده عليت وإنه قيمة الدولار نزلت في السودا جامد هل ده يأثر عليك في حاجة؟ هل بترجع تقول لا ده السعر رخصتك؟ أنا من نسبة لي كمان فاسبيع بيتعرض عليها من منتج الشركة بتاعها من منتج ما هناك أنا بحطها مش ربح بتاعي ما يفرقش معي أنا كمان فاسبيع كانت تاجر صغير الشركات بس ليفرق معاها؟ أنت تاجر صغير؟ من نسبة للشركات من نسبة للشركات أيوة بس يفرق معاهم أما أنا من نسبة ليش ألم الشركة أنا من فاسبيع أسألك سؤال صريح؟ فضر بتحط هام الشربح تقريباً قد إيه؟ في حاجات 5% في حاجات 7% أقصى حاجة 5% في حاجات 7%؟ أقصى حاجة؟ ها الحد الأدنى 3% في السمنات و 4% لا أعلى حاجة الحد الأقصى ما بيوصلش التمانية ما عديش 8% و 7% في الوقت اللي إحنا فيه فعلا؟ ده مجبر ليه طيب؟ عشان الحاجة تكلفيتها عالية قوي تكلفة بقت أوفر يعني طيب آخر حاجة حسألك عليها موضوع تسقيع بقى البضاعة وتعطيش السوق ده شايفه إزاي ورأيك فيه إيه؟ خاصل بالنسبة كام؟ هل في حملات فعلا؟ هل فيه ضبط الكميات مركوبة؟ هل فيه؟ هل هي كفية؟ هل ده إنت شايفه؟ إيه رأيك في القصة دي؟ قصدي فيه تجار بيعملوا كده لا شك طبعا اه حتة إن أنا يبقى فيه مثلا نهارده شحاف الرز وأنا النهارده أعمل منه رصيد وأقفل عليه عشان خاطر لا شك فيه ناس بتعمل كده أكيد اه أما هو المنتج لو متاح وإحنا بناخد النهارده برضو المستهلك أو المجرد أن يعرف إن فيه سلعة تزيد اه بيبقى فيه قبل عليها جامد حتى لو هي لسه قدامها وفيه مخزون يكفيني قدام ستة شهر اه والمواطم ما بيخلكش تستنى بما ستة شهر ييجو اه يعني قدام ستة شهر والمنتج يزيد اه سرعة الإخبال عليها خليها تزيد قبل معها تامين لأننا قدام دلوقتي مثلا الرز قدام ستة شهر والمخزون بتاع الدولة اه هو المواطم بالقلق والتوتر والهجوم على المنتج يزيد قبل معاهده اه ولو المنتج هيكفف ستة شهر احنا بنقعد لقول للناس احنا بنقعد لقول للناس ما تصدقوش الإشاعات الترشيد في الاستهلاك الإشاعات والكتب اللي بيقول لكم خزينه كذا خزينه كذا خزينه كذا لاي واحد هو استهلاكه وكيس سكر خد عشر خد بكية السكر خلاص غلي السكر تابليه فانت عملت أنا الراجل استهلاك كله سكر ومش هاخد غيره خوف المواطن والجشع بتاع بعض الناس بيخلي منتج حتى لهو مش هيبقى فيه عجز بقى فيه عجز الجشع ده بيوصل هامش الربح الكام في المية تقريبا لا 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 ده بيعدي بقى مع الناس اللي هده بتقفل حاجة زي كده طبعا يعني النهاردة السكر كان بكام كان بعشر وخمستاشر فجأة قلب تلاتين اربعين خمسين فيه ناس كان عندنا خزون طبعا مشكورك يا أستاذ محمود شرفتنا احنا شرفتنا بحضرتك يا شرفتنا جزيز شكر أستاذ محمود عبدالله عضو الشعب تلموات الغذائية بالغرفة التجارية بشكركم مشاهدينا فاصل قصير ونكمل كلام في معضوع آخر مع عضيف جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة